السلام عليكم كل سنة وانتو طيبين انا حبيبة للا اول مرة يزور القناة انهاردة هنعمل مع بعض الكنفة بطريقة سهلة وبسيطة جدا وهنعملها على البتوغاز بدون فرن ناس كتير قالوا لي ممكن تستخدم البتوغاز عايز اقول لكم ان الكنفة دي سهلة جدا وبسيطة ما بتاخدش منك وقت ولا مجهود والنتيجة زي ما انت شايفها حقيقي الطعم الريحة الشكل كل حاجة تبارك الله حلوة اوي اوي تعالوا ندخل ونشوف هنعملها ازاي بطريقة سهلة وبسيطة بس احب اقول للا اي حد لسه بيزوروا الكنال لو عجبوا الفيديو يعمل الاشتراك ويحاطي لايك ويدعوا حلوة من قلبكم في الايام الجميلة لحنا فيها شايفين قد ايتي جنن عايز اقول ان انا مبطلتش اكل فيها وانا بصور تبارك الله علي هستخدم ربعمية جرام من الهواء الكنفة عادة انا بجيب الكنفة واحفظها عندي في الفريزر عشان مش متواجدة عندي الموضوع الهواء بتاع مصري ده من المروح قلقي هشتغل الاول على الشربات بتاحها او العسل بتاحها هستخدم كوبايتين من السكر العادي معيار كوباية ده 250 وهستخدم كوبايتين الا ربع مية الافضل اللي يكون في المية دي كون سخنة عشان تدوب معاك السكر بسرعة قبل ما توضيع على البتجاز عشان تغدي نتيجة كويسة وهستخدم برضو هنا عصير اللمون اللي هو اللمون الخام بس هدوب السكر بسرعة مع المية وبعدين هنزل باللمون وهو الديل بتجاز على درجة حرار فوق المتوسطة بسيط و هيقعد من اول ما يبتدي يغلي ابتدي احسب هيقعد قدي هيقعد معاك حوالي سبع دقايق لحد ما يديك القوام اللي هتشوفيه معايا وانا بستخدمه بس بيه الايكو نفا خطوة مهمة احب يعني ااكد عليها طبعا اغلبكم عارفينها بس بنقول للبنات الصغيرة اللي لسه داخلين على جواز وبيوت وحاجات وانتو فاهمين الباقي بقى ان لما تحب تعملي حلويات خلي حاجة فيهم سخنة وحاجة فيهم برده عشان تغدي نتيجة كويسة طبعا هنا بعد ما عملتها اغدوا بالزبط مني حوالي سبع دقايق بعد ما ابتديت تغلي ابتدي احسب السبع دقايق هنا انا ضفت اللي هو الفانيليا البودر تقدري تضيفي السايلة وتقدري تضيفي اي حاجة اللي هو ماء الوردة او ماء الزهر انا بحب الفانيليا وفي ناس ما بتحطش اي حاجة خلص بس حقيقي الفانيليا ادت نكهة هايلة غير بقى الريحة ريحة المكان كان يحسسك كده يعني بايام زمان حقيقي انا بدور على اي حاجة اتقربني من زمان انا بجيب الكنفة من سوبر ماركت عربي عمري ما جبتها من مكان تاني غير هو سوبر ماركت عربي وبحفظها عندي من الفريز وبحفظها عندي في الفريزر لاني ببقى جايبها اساسا عندهم من الفريزر لاني مفيش انك تجي بيها جهزة والحاجات دي انها لازم ما انا اعملها بقى بايدي جهزة هقطعها بالسكينة شرايح صغيرة جدا جدا هو مجرد ان اضغط عليها بالسكينة بتكسر مني فيه ناس تقولي ممكن احطها في الخلط لو حابة تحطيها في الخلط حطيها بس انا مش حابة الموضوع ده انا حابة انوانا باكلها لاقي فيه يعني الهوة ايه مش عارفة اقولها ازاي حابة فيه كنافة مش تبقى بودر انا حابة اكل كنافة استمتع بيها حس بيها وانا باكلها وانزلت عليها بالسكر البودر ربعمية جرام نزلت عليهم بربع كوب من اللي هو السكر البودر وانزلت بكوبها يقل ربع من الزبدة ضوبت السكر فيهم وقلبتها كويس عايزة اقول قبل ما اضيف الزبدة وهنا بقى خطوة مهمة اوي احب اكد عليها لك اعجني الكنفة جوه الزبدة اعجنيها على ضمانتي كأنك بتعملك كحك بالضبط لازم تخليها تتأكد ان هي شربتها وانت اتأكدي برضو ان الزبدة تكون سخنة يعني سخنة تقدر تحط ايديك فيها مش تتلسعي وتعجنيها مش اقلي من دقيقتين عشان تتأكدي ان هي شربت الزبدة وتوديها على البتجاز مش عارف اقول ايه غير طبارك الله اعمليها هتدعيلي لاني مفيش ازهل من كده هضغط عليها عشان طبعا هي مفككة خالص لازم اخليها جزء واحد وثابت مني عشان لما اجي اضطحها اعملي زي او اضغطي بايدك بنفس الطريقة او حطي ورقة كبيرة من الزبدة واضغطي عليها بطبق كبير بحيث انك ما تفضلش تضغطي بصبع يعني بدل ما تضغطي عليها بصبعك واتاكد ان هي كلها توزعت وبقت مقاس واحد في الطاصة او الصينية او اي شي هشتغل عليه لازم اتاكد انه كله عشان يطلع كله ارتفاع واحد يبقى شكلها حلو وهزبط بقى الجناب عشان انا عملها في الطاصة فهتبقى الجناب رفيع فانا هزبطها اخلي كله مقاس واحد في الحالة دي بقى هواديها البتجاز على درجة حرارة هادجة يعني مش عالي البتجاز عشان انا مش هسويها على الناحيتين هسويها على ناحية واحدة بس شايفين وهبتدي بقى الف في الطاصة داير ميدور ما بتاخدش مني وقت النهائي عشان ما تقلقيش بحس ان انا اتاكد ان كله في النهاية يغضلون واحد زي ما شفتوها بالزبط كاني عملها جوه الفورن حد يقول لي طب ممكن اعملها جوه الفورن بدل ما افضل الالف طبعا ممكن تعمليها جوه الفورن انا بقولك ان الطريقة سهلة مش محتاجة فورن هفضل الالف في الطاصة داير ميدور ويغطي عليها عشان البخار بتاحها يسويها من بره ومن جوه لاني زي ما قلتلكم في الخطوة اللي فاتت ان انا مش هعملها مش هسويها على ناحيتين هنا هنزل عليها بالجبنة اي نوع جبنة بتحبوه معادة نوع المالح تنزله عليها بالشكل ده بس ما تودوش الجبنة على الحروف عشان ما تتحرقش احنا عايزين نستمتع بيها بس مش عايزين نحرقها ويعني هوضع الكمية اللي تناسبني كل واحد بقها على حسب ما بيحب وهارجحها تاني على البتجاز وبردو هغطي عليها عشان الجبنة تعمل ما التي تبقى زيحة بقى انا عايزها بالشكل ده اول ما لقيها يعني اون مصدر من تحت ولونها ابتدى ياخد اللون الدهبي ابتدي اود الجبنة عشان مش محتاجة اكتر من ديئتين تلاتة ان جبنة تسيح بشكل اللي انتو شايفينه هبيت اواريكو كل الخطوات اهم حاجة تغطي عليها عشان جبنة تسيح من كل مكان عشان لما تيجي تقطعيها هتلاقي خيوط طويلة كده بقى وتبقى مبسوطة وهي سايحة طعمها حلوة قوي قوي هقلبها بقى عشان اواريكو زي ما قلتلكو بصوا بقى عايزة اقول ترية جدا 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 على فكرة انا كنت بلعب وانا بعمل كده يعني هي مش لازق اول حاجة انا كنت بلعب بس انا بحب اعمل حاجات دي بصوا شكلها اعمل ازاي وعملها على البتوكاس كلها وغدة درجة واحدة مفيش فيها مجهود مفيش فيها تعب بتخلص بسرعة جدا من الحاجات اللي احب دايما ان انا اعملها بس يعني مش بيبقى دايما متواجد عندي موضوع كنافة ده لذلك بجيبه وحطه في الفريزر هنا هستخدم نص الكمية بتاعت اللي هو العسل بتاعها مش هستخدم كله انت بقى حطي اللي ناس بك انا بالنسبالي لما حطيت نص الكمية كان حلو واوي اوي اوي فانصحك بتعملي تستل اول قبل ما تزودي العسل ويهمش عليها داير ميدور بس مش هزود كتير لاني اساسا انا عملة كنافة بالسكر البودر وهبتدي بقى انزل عليها باي حاجة عايز اقول بقى اني ريحة تبارك الله نزلت عليها بقى باللوز امن اسمه ايه الفوزق اي حاجة متواجدة عندك لو مش حاب اي نطس متحطيش يعني براحتك برضو الحاجات دي اختياري مش مش اكتر من كده بعد ما وزعت الفوزق وبشكل اللي انتو شايفينه انا عن نفسي احب جدا عين الجمل والبندق من اكتر حاجات انا احبها العين الجمل والبندق ممكن اكون لوز لو هو لسه متحمس عشان يعني بمناسبة ان احنا بنتكلم على المكسرات هقطعها سخنة هي لسه سخنة جدا 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 يعني عايز اقول ان انا تلسوات وانا بقى قطعها يعني بحاول اطلح عايز اطلحها جزء كبير كده عشان تشوفوه بس يعني على قد ما قدرت اقطعتها لكم بطريقة اللي انتو شفتوه حقيقي ما بطلتش فيها يعني قدامي الكاميرا جميلة جدا 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 بصوا شكلها عامل ازاي دي كانت طريقتنا انجوي يا جماعة لو اول مرة بتزوروا القناة وعجبكم الفيديو اعملوا اشتراك لي القناة وحطوا لايك كل سنة وانتو طيبين ما تنسونيش في دعوة من قلبكم بحبكم جدا اعملوها بقى وقلولي رأيكم هستنى رأيكم جوا في او تحت في الكومنتات بص شكلها حل وقوي قوي عايز اقولي ان انا وقت الكاميرا مفضلش مني غير هو ده تبارك الله بصوا انجوي يا جماعة اشتركوا في القناة